بسم الله وكفا وصلاة وسلام على عباده الذي نصطفى ولا سيما عبدال مصطفى صلى الله عليه وسلم. حبابي وطلابي طلاب الصف الاول السنوي ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة بازن الله هنبدأ اول بداية لنا في منهجول السنة وفترة جديدة وتحدي جديد لكم. وان شاء الله انتم هتبقوا ادوا هتفرحوا اولياء امركم في البيت. وبازن الله هيبقوا مخفخرين بكم جدا جدا جدا. بس وعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي. على الله. فترة السنوية دي مهمة جدا جدا شباب عشان كل واحد يهتم بها من البداية. مايفكرش نفسه وقولك انا هعد قوله وتانية. وتالتة بقى شد حيل. لا طبعا عايزك تزرع في نفسك حب التحدي دايما ده هيكمل معاك الحد الى ما ان يشاء الله. طبعا انت كل ما تتحدى نفسك هتخلص فترة السنوية بقى لك تحدي جديد هو تحدي الجامعة. هتخلص الجامعة هيبقى تحدي جديد هو تحدي الحياة وهو الاصعب. يا ريت جماعة نشد حيلنا من دلوقتي وبازن ربنا وفاء الجميع. هنبدأ معاكم انا وليس جسر خطوة خطوة ان شاء الله في حال تمرين كتاب المعاصف في الرياضيات. وبازن الله هنبقوا متميزين جدا جدا في مادة الرياضيات. طولت عليكم معلش. يلا نبدأ على بركة الله. طبعا نهاردة هنتكلم عن مطلبات قبلية على الواحدة الاولى. المطلبات القبلية يعني حاجات احنا اخذناها قبل كده. حاجات احنا بيعتبر زي حصة دي حصة مراجعة. حاجات حاجات احنا اخدناها في التعدادة دي في الاعدادة دي عموما. ان شاء الله احطوا المراجعة في الحصة دي. تعال نبدأ بسئلة الاختيار من المتعدد. بقول لي اختر اجابة صحيحة من بين انجابات المعطاة. مجموعة حل المعادلة سين تربيع نقص واحد يسوي صفر في حا. ولازم يتكمل السؤال للنهاية وتشوف قالك في حا. لان ممكن يجي حد يغير يقول لك في نون يقول لك في لام في عين مسلا يقول لك في طا وهكذا لا لازم تخلي بالك من الحتة دي. يبقى انا عشان احل المعادلة دي كنا بنعمل يا شباب رقم دي رقم واحد كنا بنقول سين تربيع ناقص واحد يسوي صفر كنت بتقول لي باخد الواحد ده بعكس الاشارة معناها ان سين تربيع بتساوي كام واحد باخذ الجزر التربع للطرفين يبقى سين تطلع بكام واحد هيقول لي بواحد اقول لي بس انت ناسي حاجة مهمة لما تاخد الجزر التربيع وعندك مجهول سين صادعين ايا كان لازم يطلع موجب وسالب لازم يطلع ايه موجب وسالب وانا متأكد جيب لك في الاختيارة واحد عشان يغلطك لا الحل هيكون موجب وسالب واحد خلي بالكم يا شباب لما تاخد الجزر التربع للطرفين لمجهول بيديك موجب وسالب ايا كان طب مجموعة حل المعادلة سين تربيع نقص ستة سين زائد تسعة والله يا استاذ احنا متعودين عليها دي دي مقدار سلاسي واحد اتنين تلاتة وبسيط لان معامل سين تربيع هنا واحد كنا بنحله زي والله احنا بنحله قوس في قوس صح ولا لا اخدناها زمان قوس في قوس كنا السين تربيع مفكها ايه سين في سين سهلة وبسيطة طب اضربوهم تسعة مجموحهم كام مجموحهم ستة ايه اللي ضربوهم تسعة مجموحهم ستة ببعا تلاتة في تلاتة وروح للاشارات يا شباب بما ان دي موجبه يبقى هما الاتنين شباب اشارة فى النص يبقى هما التين هكونوا سوالب زى الفل كده. طب انا عايز السين بكام السين تساوي تحكس الاشارة دي سالب تلاتة هيبقى موجب تلاتة دي سالب تلاتة موجب تلاتة مش هكررها اذا مجموعة الحل عبارة عن تلاتة. تمام يا شباب المجموعة تلاتة. رقم تلاتة بيقول ليه مجموعة حل المعادلة سين تربيع نقصين يساوي صفر. والله يا شباب احنا هنتعامل مع المعادلة دي بكل بساطة. عايزك حاجة تخطها حلقة في ابنك كده وهو هتوقع منك وانت ماشي. ايه هي? اللي بص يا سيدي. بكل بساطة لما تلاقي الحد المطلق مش موجود وكل سيناتي بها تاخد السين عن المشترك. اصغر سين عن المشترك في الاس. سين عن المشترك. طب يعني يا استاذ عن المشترك يعني بنقسم عليه. هاول سين تربيع على سين يتبقى معك سين. سالب على موجب بسالب. سين على سين بواحد. كل ده بيسو ايه? بيسو صفر. طب انا عازم مجموعة الحل يا استاذ. مجموعة الحل يا شباب هنا بداية مواخد السين على المشترك يبقى معاك الصفر. بقى كده عكس الاشارة هنا سالب واحد يبقى موجب واحد. احنا بنحلها في مين? في حا خلي بالك احنا بنحلها في حا. طب ركز معايا في رقم اربعة لانها مهمة جدا جدا وهقول لك ليه? رقم اربعة يا شباب بيقول لك ايه? مجموعة حل المعادلة سين تربيع زائد ثلاثة سين. بيسو صفر. تمام? ملها. في حا مين? اصحى الكلام ده. حا ايه? حا ستار. حبيبي طبعا اللي كانوا مذكرين دايما في الاعدادية حا اي حاجة ستار يعني فرج الصف. يعني شيل منها ايه? شيل منها الصف. يبقى لما قول لك حا ستار دي معناها ايه? معناها حا. كلها شلت منها مين? شلت منها الصف. يبقى ستار يعني شلت الصف. يعني لو طلع معك صف ما تاخدوش. بالبلد كده. اي حاجة فيها ستار لو طلع معك الصف ما تاخدوش. تعال نحيل. والله يا استاذ كلهم سينات يبقى ناخد اصغر سين على المشترك. كده السين ده عم المشترك. هنا السين على المشترك. سين تربيع على سين في هالسين. موجب على موجب. اصحى يا دكتور. تلاتة سين على سين. السين مع السين راحت تبقى معك ثلاثة. كل ده بيساوي ايه? صف. لما تجي تجيب بجموعة الحال بتقول اه ده السين مشترك يبقى ناخد الصف. لا خلي بالك المرادة ما تاخدش الصف لان لك عايز يبقى مش هاخد الصف. هنا موجب تلاتة يبقى مع مجموعة بطي الحال هتكون ايه? طبعا سالب تلاتة انها بتحكس الاشارة. تمام? يبقى كده مجموعة الحال سالب تلاتة بس. تمام يا شباب نصحة للحتة دي وعا تحل غير لما تتأكد من نهاية المعادلة من معاية المسألة خالص. تمام? عشان ما تطلق باش. يلا نكمل باقي الاسئلة وفي تحدي جديد في الكوز التاني من الاسئلة. يلا بينا? يلا بينا. هنا يا شباب عدد حلول معادلة سين تربيع زائد تسعة يساوي صف. ماشي هتعامل زائد في ايه? في حق. لماذا لك كم المسألة? في حق. اولا هتعامل مع المسألة عادي هجيب الحلول بتاعته. سين تربيع زائد تسعة بتساوي صفر. ودع عكسة الاشارة يا دكتور. يبقى سين تربيع بتساوي سالب تسعة. يجي الدكتورة تقول لي باخد الجزر التربيع للطرفين. اذا سين هتساوي موجة ابو سالب تلاتة اقول لها ايا انا هرى بيض في يوم مش فايت. ليه? لان ما فيش جزر التربيعي في حهل السالب. ما فيش جزر السلب. اذا ميم حهل مجموعة الحل هتكون ايه? هتكون فاي. ثانية واحدة. دي مجموعة الحل. انت عايز ايه? عدد الحلول. عددهم كم واحد. طب فاي يعني مفيش. يبقى عددهم كم يا شباب. عددهم بكي نصر. طب نفترض يلاستاذنا ان اجبت مجموعة الحل وقلق dispositما مجموعة تلاتة او اربعة. نفترض يعني على سبيل افتراض يعني. يبقى مجموعة عدد الحلول كام. هتقول لي واحد اتنين عند الحلول اتني في فرق بين مجموعة الحل وعدد الحل مجموعة حل يعني مين ومن ومين. عدد الحلول يعني هما كم واحد. تمام يا شباب? عشان بس ايه? نبقى فاهمين الفكرة. طيب رقم ستة هنا بيقول له الشرطة اللي يشعل المعادلة دي. الف سن تربيع زائد به سن زائد جيم تربعية. عشان شرط التربعي لازم يكون ايه? معامل سن تربيع لا يساوي الصفر. خطحة لأفوتك عشان تبقى تربعية. معامل سن تربيع لا يساوي الصفر. ليه? لانه بقى صفر هتطير التربيع هتطير سن تربيع كده ما اصبحتش تربعية يا شباب. خلي بالك من الحالة دي. اصحوا معامل محدش يضحك علينا. يا بكل بساطة. عشان تقدر تقول ان دي تربع لازم معامل السن تربيع يكون ايه? لا يساوي الصفر. طب يا استاذ معلش طمه هو برضو بالف لا يساوي الصفر وبحل يساوي الصفر. انا ملو به يا عم افرض به بقيت صفر واختفد. برضو انا محتفظ بالتربية. لبقى دي معادلة تربيعيتان. سن تربع نخص تلاتة سن زالي اتنين ساوي صفر واتنين سن تربع نخص خمسة سن زالي اتنين بقيت صفر. اللهم محلوا مشترك. كلمة مشترك يعني حل متكرر في اللي اتنين. كل اللي عليك يا دكتور. كل اللي عليك يا قشم المهندسة ان تهيخذ دي الوحدي ايها وتجيب حلها. ودي الوحدي تجيب حلها وكل سنة Khanدم طيبين. والمشترك هو ده الحل المشترك. بس كده بس كده. ثم هاتف نشوف ازا هنعملها دي. هات الاولى. سين تربيع ناقص تعته سين زال تنين ضربوهم اتنين ومجموعهم ثلاثة. الضربوهم اتنين ومجموعهم ثلاثة. الله كنا بنحللها قوس في قوس. طبيعا هنا سين وسين. microfike هتڭروهم اتنين ومجموعهم تماني. طبعا في شغل اتنين في الواحد طبعا ضرقوهم اتنين ومجموعهم تلاتة. بما ان دي مجابة شباب يبقى هم اللي اتنين شبهل في النص في النص سالب يبقى كلهم سالب. وكل ده بيسبب الصفة تصفر طبعا. هنا السين كده هتطلع معك عكس الاشارة باتنين. اعكس الاشارة باتنين يبقى ممكن اتنين. وهنا السين هتطلع معك كانت واحد. حلو يا دكتور. تمام خلصنا من الولاد. حالة للتانية كده التانية دي انا نحس ان هي مملة شوية. ليه مملة استاذ? لان هنا ده مقدار سلاسي بس غير بسيط. عارفته ازاي غير بسيط لان معامل السين تربيع عدد غير واحد. حلو. برضو تحليلها ساعد. كل اللي عليك تاخده لقدام السين تربيع تضربه في الاخير. هتصبح مقدار سلاسي بسيط يعني هتبقى كده. سين تربيع ناقص خمسة سين زائد اربعة بتصوصف. ليه? لان اصبح مقدار سلاسي بسيط. بتحلل ازاي? اصف خص برضو. سين وسين. هتقول لسين وسين. باربعهم ارباحة مجموحهم خمسة. ارباحة مجموحهم خمسة واحد واربعة. الاشارة بما ان دي موجابة هما الاتنين شبه هلف ونص. يبقى سالب سالب. طيب سؤال بقى هل انا كده هجيب الحل على طول? لا استنى 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 استنى. ده مقدار سلاسي غير بسيط. نرجع نقسم على العدل اللي احنا ضربنا فيه من الاول اللي هو الاتنين. طيب لما تيجي تقسم على الاتنين هتعمل ايه? هتقول لي واحد علي اتنين مش هينفع. يبقى يديك اول حاجة سين نقص نص. لان واحد علي اتنين مش هتنفع. بعد كده. it's in. هتقسم الاربع على الاتنين يبقى السين نقص اتنين. كده المحل بتاعك هيكون كام? هيكون نجة بنص سين هتطلع بنص. وسين هتطلع معك BETنين. إيه الحل المشترك يا دكتور في الاتنين? الحل مشترك معك يا سين هتطلع بكام? باتنين. ان هو سين تسوي اثنين. بعدها الحل ايه? الحل المشترك ازا الحل التاع هيكون راخم عليك. رقم تماني بولي ازا كان صاد نقص اربعة لكل تربيع بسوي ستة وتلاتين. حلوة جدا. صاد اصغر من الصف. اصبر علي. اصبر علي. صاد اصغر من الصف دي لازم تستفيد منها حاجة وحاجات وحوايش كمان. ايه هي? ان الصاد دي عبارة عن ايه? سالبة. اصغر من الصف يعني سالبة. طب انا عايز منك ايه? يقول لي انت عايزي بقى. انا عايز صاد زائد اربعة يسوي كمان. اما صاد لازم اعرف الصاد بكامع عشان ابدر اقول لك صاد زائد اربعة كمان. يبقى في الحالة دي انا هعمل ايه? هطر. هحل دول. هحل المعددة دي واجيب كيمة صاد وراح عوض عنها في دي. تمام يا شباب? تمام. حلو جدا? حلو جدا. نمسح الكلام ده ونبدأ نحل المسألة. طيب شباب يلا نكمل كده ونشوف. بص يا شباب. بكل بساطة تاخد للمسألة وعيز تخلص منه وتعمل ايه? بياخذ الجزر التربيع للطرفين. حلقة افوتنك برضو اعطاعة منك. عندك تربية. عايز تخلص منه خد الجزر التربيع للطرفين. حلو. بياخذ الجزر التربيع للطرفين. والله يا استاذ احنا لسه متفقق من شوية وقلنا. لما تاخد الجزر التربيع للطرفين وعندك مجهول اديك موجب وايه? موجب وسالبي. بقى معناها النصاد ناقص اربعة يساوي جزر ستة وثلاثين كام? ستة. بس تقول لي موجب وسالب ستة. اصحل الكلام ده. بدان طلعت موجب وسالب يا دكتور وعندك معادلة تقسم لنصين صفحتك. تقول لي صاد ناقص اربعة مرة هتساوي ستة. ودي دي بعكس الاشارة. ومنها الصاد تطلع بكم? تطلع بعشرة. تعالي للتانية. هتقول لي صاد ناقص اربعة يا باش مهندسة. بتساوي سالب ستة. ودي دي بعكس الاشارة. ومنها الصاد تطلع بسالب اتنين. كلا انت جبت كم قيمة دي الصاد? جبت قيمتين. طب السؤال الذي يطرح نفسه هو يريد اجابة يا شباب. ايه هو? انت الصاد كان الشرطة ايه? ان صاد اصغر من الصف سالب حلو. يبقى انت حالك ده مرفوض. حالك ده ايه? مرفوض. لان انا مش عايز سالب انا مش عايز موجب انا عايز سالب اصغر من الصف ومعطيك ليه الشرط? يبقى صاد طلعت معك اتنين. سالب اتنين يا شباب. طلعت بسالب اتنين. كل اللي عليك يا دكتور تشير الصاد وتحط سالب اتنين. سالب اتنين زادة اربعة يدي لك الناتج اتنين وكل سنة وانت طيب وكل عموانتهم بخير. تمام? يبقى الحل في الحالة دي طبع القيمة المقدمة ده هتكون هتساوي كام? اتنين. حلو جدا. اذا كان منحنة دالة تربعية دال يقطع محور السينات او تسمع كلمة يقطع محور السينات يبقى الصاد بصفار صاد بصفر صاد بصفر صاد بصفر. يقطع محور الصادات يبقى السين بصفر. تمام? يبقى يقطع محور السينات يبقى كده الصاد بصفر صفر صفر صفر. حلو. يبقى انا عزل الحل بتاع المعادلة دي مجموعة حل المعادلة تخذ للسينات يا دكتور اتنين وسالب ثلاثة. يبقى اتنين وسالب ثلاثة. المجموعة اتنين وسلب ثلاثة. خلي بقى اشنا هنا في اتنين وسلب ثلاثة زوج مرتب. ده بيدون ان في سين وصاد. لان عزل مجموعة الحل. محور السينات. يبقى سالب ثلاثة او اتنين وسلب ثلاثة. اهو تاني. يخطع محور السينات يبقى الصادات بصف وتاخد السينات مجموعة الحل هي السينات. بس كده. بس كده. تحطها في اتنه. تمام? تمام? يلا? يلا? زهقت ولا لستة. كنت زهقت توقف الفيديو. روح وشرب مياه. يشرب كوبات شاية. يشرب كوبات نسكة دي. وتعلق لي تاني. وكمل الفيديو معايا. تمام? تمام. يلا نكمل? يلا نكمل. هنا يا شباب في السؤال ده مهم جدا جدا. وركز معايا لان ده بيتكلم عن رأس منحنة. طبعا هتجمع فيه كزا حاجة. بص يا سيدي. اي من الحبارات التاليات تكون صحيحة? اي من دول صحة? بالنسبة لمنحنة ده اللا ده. الحيث ده اللي بتساوي صحيحة. رأس منحنة الف على الاتنين والف تربيع على الاربعة. محور التمان. كل الحكاية دي يحلها مين? تحلها رأس منحنة. لو جبت رأس منحنة صح? كده انت تقدر تشوي المشاكل دي كلها تتعامل معها ازاي? طب تعالى كده اتركز وصحصح معايا. في الكلي دي. ده اللي تسين اهيا. مش هلعب فيها. تساوي. في الكلي دي يا دكتور كده اضرب سين في الف? نتقول لي بالف سين. تمام? قلت لك الف سين. سين بالموجب في سالب ينتك سالب. خطوة خطوة. سين في سين بسين تربية. حلو جدا جدا. حلو. والله يا استاذ انا معلش انا متعود ان السين تربية تجي في الاول. حاضر. يلا نجيب السين تربية في الاول. اهو. بس خدها بشاردة. يبقى سالب سين تربية زائد الف سين. حلو جدا. ماشي. دلوقتي انت عايز مين يا دكتور? انا عايز رأس المنحنة. والله قانونها انا فكرك بيا دكتور في تلتة اعداد رأس المنحنة قانونها بيساوي ايه? تمام? تمام? هغير لك اللون عشان برضو يبقى ايه? الامور ايه? واضحة شوية. اللي رأس المنحنة بتاعك بيساوي سالب على اتنين الف ودالت سالب على اتنين الف. ده القانون بتاع رأس المنحنة. حلو جدا. ماشي. ماشي. بعد كده هعمل ايه? بص يا سيد وركز معي وصحصها معي وفتح ودانب وفتح دماغي وفتح دماغي لأي حد جنبك. انت دلوقتي سالب به على اتنين الف. تمام? كلي عليك تجيب لي سالب به على اتنين الف تشوفها لب كام? طب سوال يا استاذ هو البيه بكام والالف بكام وده هكي بزاي. بص يا شباب. المحلط الدلة التربعية من الصورة بتاعتها هي. دلة سين بتساوي الف سين تربيع زائد به سين زائد جيم. الالف هو معامل سين تربيع. البيه هو معامل سين. الجيم هو الحد المطلق. انا مش هاي تجيب. انا عايز البيه والالف. البيه معامل سين. اهو. فين معامل سين اللي هو مسك في السين? الف. يبقى سالب به يعني سالب الف. على. اتنين في الف. اتنين في. الالف هنا بكام? الالف اللي هو معامل سين تربيع بسالب واحد. اوعا تقول اتنين في الف يعني الالف اللي مكتوب هنا لا. انها اتنين في سالب واحد. يبقى ديك سالب الف على سالب اتنين. حلو. السالب روح مع السالب مع السلامة. يبقى على اتنين. يبقى سالب بها على اتنين الف بيساوي على اتنين. كل اللي عليك دلوقتي تروح تجيب لي دالت سالب بها على اتنين. يعني دالت سالب بها على اتنين الف. ما انا دي خلاص عرفتها. الارف على اتنين. دي عرفتها. الارف على اتنين. دي اعجبها ازاي? تاخد دي اتعوض في الدلة. تعوض فيه? في الدلة دي. اللي يطلع لك هو ده الدلة. يبقى في الحالة دي هتقول لي دالت سالب بها على اتنين الف. دلت سالب على اتنين الف يعني اتعوض عن كل سنت يجاب لك بالف على الاتنين. تمام يا شباب? يبقى انا جبتها بكام الدلة دي? سانة كده نمسع عشان ايه الشباب يركزوا معي. بص يا سيد. دلوقتي احنا خلاص عرفنا ان دالت سالب بها على ايه? دالت سالب بها على اتنين الف عايزها بكام? دلوقتي هتعوض عن كل سنت يجاب لك بكم? بالف على الاتنين. اللي انت جبتها دي سالب بها على اتنين الف هي اللي هتعوض ده في المعادلة الرئيسية دي. يبقى انت هتعوض عن كل سين تكابلك بالف على الاتنين. لحنا نعوض. عندك سالب اهو بره. السالب بره خلي بالك. عندك السين تربيعي. يعني معناها الف على الاتنين لكل تربية. ما انا بعوض عنها. هنا زائد الف في سين. يعني الف في الف على الاتنين. تعالوا نحل يا شباك كده. هنحل مع بعض. هنا الف. طبعا السالب بره مليكش دعوه بيه. اهو. الف قصة اتنين يعني الف تربيع. عندك هنا. اتنين تربيع باربعة. اهي. زائد. الف في الف بالف تربيع على الاتنين. حلو جدا. حلو جدا جدا جدا. ما تيجي توحد للمقامات الدكتورو معليش. انا تضرب هنا في اتنين. واضرب هنا في اتنين عشان يكون اربعة شباها اربعة تحت. اصبح معاك سالب الف تربيع على الاربعة. هنا زائد الف تربيع. اتنين الف تربيع على اربعة. اربعة واربعة اخد منهم واحدة. وعندك سالب الف واثنين الف يديك مقاب الف تربيع. تمام؟ كده اصبح عندك رأس المنحنة كم وكم كم? كده رأس المنحنة يا دكتور طلع معك الف على الثنين. والف تربيع على الاربع. الف تربيع على ايه? على ا对ة الرأس المنحنة. حلو. هل ده رأس المنحنة اللي انا جبتو? ده الحل التاني. الحل الاول.ně سانة واحدة. ده في حاجة لك مرحنا يقطع محور السينات عندها النقطتين. صفر وصفر والف وصف. اه يقطع محور السينات. طب انا دلوقتي لما جبت رحس المنحنة جبت بكام? الف على الاتنين والف تربيع على ايه? على الاربعة. طيب. هل المنحنة يقطع محور السينات عند النقطة صفر وصفر? طب ما تعالي نشوف. هل يقطع عند صفر وصفر? طب بيعني يقطع محور السينات? يعني الصب صفر? يعني انت محور كنت حلد وشفتها بكام? تعالي نحل لها. يبقى انها حووض عن الصب صفر. يعني هقولي ان ده اللي سين بصفر يعني معناها سالب سين تربيع زائد الف سين بتسوي صفر. هتحل لها عادي. هتاخد السين سن ترجى على السن يديك سلب سن. الف سن على السن السن راحة مع سن بقى الف تمام? هات مجموعة الحل هتقول لي مجموعة الحل والله هي عبارة عن السن مشترك يبقى صف وعكس الاشارة هين الف يبقى سالب الف السلب موجود يبقى نعصي الالف. يبقى هين الصفر والف صح ولا. صفر وايه والف. حلو. مبطرة حل صفر والف. يعني قطع محور السينات. طبعا. الحل بتاعها. طبعا احنا قلنا يقطع محور السينات يعني معناها الصداد صفاء ديك الصادات? والحل هو السيناتي. الحل كامو كامو صفر والف. هل دي صفر والف? ايوه. يبقЯ الاولى دي صح. طب تعالى هل رأس المنحنة الف على الاتنين والف تربع على الاربع? ايوه نلسا جب Act生х 리 عال الاتنين والف تربع على الاربع? يبقЯ دي كاما صح. يبقЯ الحل بتاعه يكون كامو كامر واحد واثنين. لان التالتة مش جاي مع الثلاثنين ده الخاص. يعني في الحالة دي واحد واثنين. واحد يقول لي يا ستة طبعا نشوف محور التماثل نشمحوا معدلة محور التماثل كنا منجبها من ايه من السين كنا بناخد اللي في السين ده نقول لنا سين تساوي اللي موجودة سين بتساوي الف على اثنين دا كده اقل لك سين بتساوي الف يبقى ده خلط يبقى الحل بتاعك لكم واحد 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 واثنين تمامي شباب يورب يكون المسألة دي مضحت كويسي مضحتش خدها كده واحدة واحدة من البداية وهتوصل للحل بكل بساطة اول حاجة تحل المعادلة طبيعي بعد ما حلتها لقيت ان مجموعة الحل صفر والف معناها النصات بصف لانه قطع محور السينات والصداد بصف ومجموعة الحل طبعا انت قطع السينات عند الصف والالف وفعلا قطع عند الصف والالف والتاني رأس منحانا جبناها وعفتناها تمامي شباب يلا نكمل باقي المسائل هنا شاب يقول لك في المستوى الاحداثي يا رس والفزق المنحنة انتقد قيب لي مين هو المنحنة دلا التربية قال لك ساليب الفسيتي ساليب والفزق ثاني務 تربية feito مذ miche تفenじد لتكوية كلمة الصفر عليم القيم معلومة قيمة معلومة تمام الترفعpunkt شباب اول نتبص في الدلة التربعة تلاقي معامل سين تربيح سالب اعرف ان منحنة الدلة بصص للتحت كده. تمام? شابه ايه? مقلوب. تمام? شابه التمانية. نكون عامل تمانية. طيب لو كان موجب معناه هيعمل ايه العلامة سابعة كده. يعني شابه السابع. طب تمام حلو جدا. هو قال لي كان رأس منحنة كان مكامل تلاتة واحدة. ما تجي نعمل رسمة جميلة كده البسيطة ونشوف نفسنا فاهمين ولا مش فاهمين. تمام? دعنا شوية كده بالرسمة. بس الحاجات دي. ايه? ونجي شوية. بص يا سيدي. انت قلت لي قطع محور السابع عندي كامل كامل تلاتة واحد. نفترض تلاتة. وده ايه? دي الواحد. قطع هنا. دي رأس منحنة. المنحنة لفوق ولا التحت. بما ان ده سالب يبقى منحنة بصص للتحت. يعني المنحنة عامل كده. نازل كده. تمام يا شباب? تمام. حلو. خدنا على قد واحدة واحدة بس ركز معي. رأس المنحنة دي اعلى نقطة في المنحنة لما يكون ايه قيمة عظمة. هو قيمة عظمة يعني اعلى نقطة هنا. دي اعلى نقطة. يعني معناها ما فيش حاجة فوقها تاني. تمام? يعني المنحنة ما قطعش اي حاجة فوق في المحور السادات خالص فوق. يعني ما تطلعش فوق يعني. يعني رأس المنحنة اخره عند الواحد. حلو. اللي قيمة الجيم. هو جيمتا بيعبر عن ايه? الجيم بيعبر عن الجزء المقطوع من محور السادات. يعني لمس محور الصادات فيه. فبالمنحنة هل طلع فوق الواحد? لا. يبقى بالتالي مش هينمس محور الصادات فوقه. خالص. مش هينمسه خالص. لانه ما طلعش فوق الواحد. يبقى انت تشتغل على اللي تحت الواحد. حلو. اللي تحت الواحد. هل السبع تحت الواحد? لا. التاسة تحت الواحد? لا. اللي اثنين تحت الواحد? لا. السلب تماني هي اللي تحت الواحد. يبقى الحل بتاعك يكون سلب دوني. فهمنا الفكرة الجيم هو الجزء المخطوع من محور الصادات. يعني ان قطع محور الصادات فيه. اولا هو اخر الواحد لفوق. يعني مش هيطلع تاني لفوق. لان القيمة العظم. القيمة عظم عند الواحد. تمام? يعني محمد باس المرحنة عند الواحد. قصة الفكرة يا شباب عشان كنا نخطي سلب تمام. طيب قطعة ارض على شكل مستطيل. اه حلوة الفكرة دي. قطعة ارض على شكل مستطيل. اداخل مستطيل اهو. انا هرسم مستطيل جميع. كام بعدها يا شباب كلمة بعدها يعني طول العرض اشانتخلو بالكم. بعدها يعني طول عرض. طوله كام تسعة? عرضه كام? ستة. حلو. من الانطار. يورد مضاعفات مساحة الارض. يعني مساحة الارض بعد ما تجيبها هتضعفها. يعني عايز كل ديها تاني. يعني انا نجيب من المساحة تسعة. بالستة بربعة كليلا مساحة المستطيل الطول في العرض. يبا اضرب ستة في تسعة اربعة وخمسين متر مربعة. انا عايز اضعفها. ضعفتها. يعني انت عايز كام عايز مية وتمانية متر مرابعة ما اضعفها يعني اضيف عليها كدها اضربعة في اتنين ماشي بزيادة كل مبعد من بعدها بنفس فانا المخدر المضاف يسوي كامل يعني انت عشان تضعفها توصلها مية وتمانية مفروض تزود كم عالطول وتزود كم عالعرض قلت له مش عارف انا عشان ازود عالطول عدد يبقى هزود سين ونفس العدد هزوده علي العرض برضو سين ستة زائد سين تمام مضروبين في بعض ليه دي مساحة انا اضعف المساحة يعني مساحة طول في العرض لازم يطلع كم عشان اضبعد التضعيف مية وتمانية يعني عشان ازود عدد على العطول وازود عدد على العرض واضربهم في بعض لازم يديني مية وتمانية ما هو عايز اضعف قطعة الارض المساحة بتاعته المساحة اربعة خمسين هنضعفها تبقى كم مية وتمانية انا عايز اوصل لمية وتمانية هاضيف كم لطول وكم للعرض يبقى انا المطالب ان انا عارف لسين كامل اضافتها دي لقطول العضل عشان تبقى مية وتمان. ماشي. حلو. خدنا عاكات دعبي. تعالك في كده في الكل يا سيدي في الكل دول اضربهم لبعض. اضرب ضرب طبيعي بسيط والعداد ما فيش مشاكل. تسعة في ستة واربعة وخمسين. اهو. تسعة في سين بتسعة سين. اهو. واحدة واحدة. التسعة سلمت على اخوتها وقعدت مع السلام على تسعة. خش يا سين. سين في ستة بستة سين. ستة سين. سين في سين بسين تربية. برافو عليك يا سين. تمام بيساو مية وتمانية. ركزوا معي يا شباب. دلوقتي السين تالبيديا في الشباها مش هي بيحطها كده في الارش الناس ما تزعلش مني. طب تسعة سين وستة سين يعني خمستاشر سيني. خمستاشر سين. عندك اربعة وخمسين بقى زائد اربعة وخمسين بيتساو كام مية وتمانية. طب يا دكتور ما تصفر للمعادلة بتاعتك ودخل مية وتمانية بالسالب دوا. اصبحت سين تربية زائد خمستاشر سين ناقص طبعا مية وتمانية تخش بالسالب. واربعة وخمسين بالموجة بيديك سالب اربعة وخمسين. بتساو صفر. حلو جدا جدا. تتحلل. تتحلل ونص. تمام? يلا نحلل. قوس في قوس. دول قوس في قوس. كل ده بيساو صفر طبعا. سين والسين. ضربهم اربعة وخمسين. والفرق بينهم خمستاشر. تلاتة في تمنطاشر. ماشي. تلاتة في تمنطاشر. الاشارات بمعنة دي سالبة? الكبير بس شبه الف النص. الكبير الثمنطاشر يبلا انت موجة وانت سالب. حلو. هتلقائنت السين. يبقى السين تطلع معك احكس الاشارة بتلاتة. وهتلقائمة التانة السين تطلع بسالب ٨. حلو جدا جدا السؤال بقى انت عايز قيمة السين? في عضوال بالسالب؟ في طول بسالب. انفع أقول لك طول الخط ده كام تقول له طوله سالب تمانية سنتين. لا طبعا. يبقى انت مع السلع مش عايزينك في حاجة. يبقى السنة طلعت بالكامل اللي هضيفها. سنة طلعت بتلاتة. طب معلش يا استاذ احنا عايزين نتأكد. انت بتقول ضيفنا تلاتة للطول والعارض. طب ما تضيف كده التسعة تلاتة بيجيزة اتناشر. فيه? ضيف الستة تلاتة تسعة. كده اتناشر في تسعة بكام? حل المية وتمانية? اي ومية وتمانية. يبقى ورجع لي تاني. تمام? تمام. يلا نكمل. يلا. بص. ركزوا معي يا شباب في المسألة دي. مسألة جميلة جدا جدا جدا. بس كده اصلى عنها بالاول وركز معي واحدة. اذا كان الشكل المقابل يمسل منحنة الدالة فان مجموعة الحال. لما جملك رسم يا شباب وعايز ما اتموحة الحال. شوف المنحنة الدالة قطع محور السنات فين? لمس محور السنات فين? قطعه فين. تعالوا نشوف اول هو فين محور السنات? اهو. الخط الجميل ده هو ده محور السنات. ده محور السنات. اهو سين وسن شرط. سين سن شرطة ده محور السنات. قولي المنحنة ده الجميل ده الامور ده الكيود. لمس محور السنات ده خالص? لا. يبقى مجموعة الحال من غير ما تفكر فاي. وعدد الحلول بيكون صفر. مجموعة الحال فاي يبقى العدد كم? مفيش حلول. يبقى صفر. بحلوة جدا. اللي فهم اللي انا قلت هيفهم اللي جايب. مجموعة حال المعادلة ده اللي نجيب لي الرسمة? لمس محور السينات. السؤال ده لك انت بقى. لمس محور انتinky اهو محور السينات. لمسوا عند النقطة كام? هي النقطة. كام دي? سليب اتنين. تبakى مجموعة الحل سليب اتنين. تمام يا شباب؟ يا ربكم وصلت لما يجيب لك رسمة. لو جاب لك مجموعة الحل. عايز معنا لتشوفه لمس محور السينات او قطع محور السينات فيه؟ يبا هو ده مجموعة الحل. طب السؤال بقى. لو سألتك كده الحل مجموعة الحل سالب اتنين. عدد الحلول هتقول لي حل وحيد. حل واحد. لان ما لمسك في نقطة واحدة. فيهمنا الفكرة دي. يا ربكم فيهمناها كويس. تعالى الكل. هنا يا شباب بيقول ليه? مجموعة الحل ده السيني سوصف فيها. تمام? نفس الفكرة يا شباب. قل لي قطع محور استمت فين? تمام? في ناس قالت لك ده قطع في النقطة اتنى يا استاذ عند النقطة واحدة اهي. وعند النقطة سالب تلاتة. قطع عند الواحد ايه? وسالب تلاتة. يباك هنا مجموعة الحل بتاعتي واحد وسالب تلاتة. حلو. دور لي على واحد وسالب تلاتة. طبعا انت بصيت كده ده في هنا واحد وسالب تلاتة. انا بقول لك مجموعة الحل. مش الفترة. لانا عايز مجموعة. يبا انت تشتغل على دي. ما عايز دي. تمام? فبل وصلتك عدد الحلول كام? هتقول لي واحد اتنين حلين. تمام يا شباب? عدد الحلول اتنين. اوكي? اوكي. يلا نكمل. يلا يا شباب في السؤال ده بيقول ليه? الشكل المقابل يمثل المنحنة الدالة. دلت سين عالف سين تربيع زائد بيح سين زائد جيم. اي يوم ما ماتي صحيح. خدني على قد عالي كده واحدة واحدة. واركز معي في الكلمتين الجمالي اللي ها قلو. المنحنة بسط لفوق ولا لتحت. المنحنة عمل تمانية لتحت. يعني نازل لتحت كده. يبقى يعرف ان معامل سين تربيعين سالب. يبقى الالف هنا ازغل من الصف سالب. اول ما تلاقيه بسط لتحت تعرف ان الالف معامل سين تربيع سالب. حلو. المنحنة قطع محور الصادات. من دلوقتي هنا عركز على الالف والجيم. المنحنة لمس محور الصادات في الجزء الموجب ولا السالب? والله يا هو قطع محور الصادات عند الجزء الموجب اللي فوقه النحية اللي فوق يعني ده الموجب. تمام. يعني معناها دي اكبر او ازغل من الصف? اكبر من الصف. تمام. يبقى انت الحل بتاعك من الحاجات اللي هيجلها لك دي كلها. ان الالف اصغل من الصف لان ده البصص لتعم. قيمة عظمة. يبقى الالف لازم تكون سلبة. يبقى الالف اصغر من الصف. والجيم اكبر من الصف والجيم اكبر من الصف في البقى الاختيار الشيء. فهمنا الفكرة? فبقىفرد كان كده استاذ. تفرض كان المنحنة عامل كده. كده. تمام? كده هو المنحنة لو كان بالشكل ده لفوق. كده قطع ساتف الجزء السلاب معناها الجيم اصغر من الصف. طيب المنحنة بصص لفوق يبقى معناها الالف اكبر من الصف اديتك الحالتين رحم بحس لو قاتلك دي او دي بانت فاهمه. كده الالف اقبل مصف لان بصص لفوق قيمة صغرى معامل السين تربيع بيكون موجب. تمام? تمام. في الشكل المقابل بيقول اذا كان حجم متوازن مستطيلات اربعين. الحجم. الحجم بسويه? والله اعرف ان الحجم بسوي الطول في العرض في الارتفاع. الطول في العرض في الارتفاع. يجب ان هاخد القانون. هكتب القانون. الحجم مساوي بتاع متوازن مستطيلات طول في العرض في الارتفاع. يعني اتنين في آآ سين في سين زايد واحد. تمام? كل ده بيسوي كم? بيسوي اربعين. هاضربهم اتنين في سين باتنين سين. في سين زايد واحد. كل ده بيسوي اربعين. يلا كده نضرب اتنين سين في سين باتنين سين تربيع. اتنين في سين بواحد. باتنين سين. كل ده بيسويه بيسوي اربعين. هتحل طبيعة معادلة طبيعية وفيش اي مشاكل عشان اجيبكم تسين. هتبقى اتنين سين تربيع زايد اتنين سين ناقص اربعين ويساو صفر. بالقسم علي للطرفين لما تلاقي يا شباب هنا في المعادلة دي ينفع نقسم على العدد عليهم كلهم بيهم كلهم اعملها عشان تبسط. بالقسم على اتنين تبقى معاكي لنا سين تربعين لاتنين طعم على اتنين زائد سين ناقص عشرين يساو صفر. هتحل لي باش معندس قوس في قوس. طبعا كل ده بساو صفر. هتقول لي سين والسين. اللي ضربهم عشرين والفرق بينهم واحد هتقول ليه اربعة في خمسة. اربعة في خمسة. طبق الاشارات دي سليبة. يا بقى الكبير باش سلبة. سين باربعة والسين بسالب خمسة. هتقول لي دي مرفوضة. ليه مرفوضة? لان ما فيش طول بالسالم. ممفعش اقول عن السين باربعة. يعنى معناها الطول او الطول او العرض باربعة. خلي بالك. يبقى في الحالة دي مش هينفع. يبقى انها هاخد في الاطول دايماً بي ناخد المجا بس. يبقى قيمة سين بتساوي اربعة. اخر مسألة معانا يا شباب بقولي في الشكل المقابل ازا كانت ازا كانت مساحة المستطيل تمانية وسبعين دي المساحة مساحة يعني طول في عرض صح? خلي بالك من الحتة دي. طيب وفين محيط المستطيل عشان تعرض تقدر تجيب المحيط زي بتعرف الطول كامل عرضك. يبقى انا هستغل القنون المساحة واجبه الطول في العرض. هقول له المساحة بتساوي الطول في العرض. يعني سين سين زائد اربعة مضروبة في سين ناقص ثلاثة. كل ده يساوي كام? تمانية وسبعين. صح ولا لا? تمام. يلا كده يا شغاب نضرب ضرب طبيعي السين. السين دي تسلم عليهم كلهم. سين في سين. بسين تربية. سين في سلب تلاتة بسلب تلاتة سين. اربعة في سين باربعة سين. اربعة في سلب تلاتة بسلب اطماشا. كل ده بيساوي تمانية وسبعين. تمام? حلو جدا. عندك سلب تلاتة سين واربعة سين كده معك واحد سين يبقى سين تربية زائد سين ناقص اطماشر بيساوي تمانية وسبعين. هتأخر التمانية وسبعة اشتصفر معادلتك. تمام? سنة بس نبسح الكلام ده عشان ايه نلاقي مكان. تمام يا شباب. دلوقتي هندخل التمانية وسبعين هتيبقى معك سين تربيع زائد سين ناقص اتناشر طبعا ناقص تمانية وسبعين بيساو صفر. سلب اتناشر سلب تمانية وسبعين يجبا سلب تسعين يجبقى سين تربيع زائد سين ناقص تسعين بيساو صفر. اسأل عشرة. الاشارة هنا بيبقى ان هدي سلبها الكبير بس يأخذ حالفر النص الكبير هنا. الكبير هنا العشر. بياخذ الفنص يعني ياخد الموقه والتانى عكس وسالب. يبقى السين تطلع معك بكم? السين تطلع بتسعة والسين تطلع بسالب عشرة ايه? ما رفو انتش مفيش اطول بالسالب. كده معاك انت السين بتسعة. كل اللي عليك كده عرفت الطول كم? هتقول لي تشيل السين وتحط تسعة تسعة واربعة تلات عشر. وهنا هتشيل السين وتحط تسعة تسعة نقص تلاتة ستة كده الطول بطلتاشر والعرض بستة يعني عازل محيط الطول زائد العرض في اتنين ده محيط المستطيب تانية ابتداي وتالتة ابتداي الطول زائد العرض في اتنين يبقى هتول تلتاشر زائد ستة الناتج تساعتاشر تساعتاشر في اتنين الناتج تمانية وتلاتين وكده خلصنا حالة جميع اسئلة الاختيار المتعدد يارب الناس كون فهمت كويس الجزء ده ان شاء الله في جزء تاني هتنزاشر ما تملش وما تزهاش هنزل لك حل الاسئلة المقالية بازن الله وهيكونوا جاهزين وراء بعض عشان برضو ايه انت هتتتذكر الجزء الاختيار المتعدد وممكن تصبر شوية كده ساعة لحاجة ترايح شوية وبعد كده تاني هتتذكر المقالة تمام يا شباب تمام اشوفكم على خير ان شاء الله ما تنسوش شكروب التورجرام سببلكم في صندوق الوأس عشان الناس تشترك شكروب التورجرام عشان تشوفوا الحرقات او انبقاوت لها كل الحرقات اللي تحتاجها بازن الله شوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته